تزيد معاناة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة جراء الانقطاعات المتكررة والعشوائية للتيار الكهربائي ناهيك على الأضرار التي تسببها في الأجهزة المنزلية والإلكترونية تفاصيل أكثر في التقرير الزميل عمر كراشيم من الشحر هكذا تبدو مدينة الشحر كغيرها من مدن ساحل حضراموت وهي تعاني من انقطاعات التيار الكهربائي التي كدرت معيشة المواطن حتى أصبحت همه الشاغل وتضرر كبار السن والمرضى جراء هذه الأزمة دون إيجاد حلول ومعالجات خاصة في الأحياء المزدحمة والحارات الضيقة بالمدينة ونحن في هذه الحارة ساكنين في مساكن قديمة وضيقة وغير مرتاحين نحن رجل معوق ونعاني معنا من كافة الميالات والكهرباء ذات نحن نرى الأشياء والذي نطلب من المسؤولين بالاهتمام بإصلاح الكهرباء الانقطاعات المتكررة والعشوائية للتيار الكهربائي في هذا الصيف وخلال الشهر الفضيل أدت لأضرار مادية في الأجهزة المنزلية والإلكترونية فدفعت بالكثيرين لرفع الصوت للمطالبة بوضع برنامج لأوقات وساعات توقف الكهرباء هنا حي المحط أحد أحياء مدينة الشحر الضيقة والملئة بالسكان الذي تسكنه أم محمد التي عانت كثيرا من التيار الكهربائي اكتفت هي وأبنائها بالجلوس على عتبة منزلهم أملا في الحصول على هواء بارد يخفف من حرارة الصيف الكهرباء معانا كبير للشعب وبالذات البيوت والحارات الضيقة يعني كمين شخص سبحان الله ما يقدر يجلس في بيته عند الطفي يخرج من بيته لبرة على الدكاك للشوارع ساعات مع صيام مع تعب أم تعاني من طفي ومن قلة من بهدل ومن كل شي سبحان الله يعني وين الإنسان من المسؤول على ده الشي تقول الله في حق مريض تقول الله في حق معاك تقول الله في حق عجوز عاقل في السن دي رسالتي لازم توصل لكل شخص مسؤول عليه معانا الناس يقولون لا حسبنا الله ونعم الوكيل تكبر معاناة أم محمد هي وشقيقاتها التي تسكن معها في غرفة صغيرة وهي تعاني من الأمراض المزمنة والتي اضطر نقلها مرات لأحد المراكز الصحية داخل المدينة عندنا قصة بسيطة حصلت أختي بالضبط مريضة يعني مريضة عندها ضغط وعندها سكر وطلعت لها جراحة بسبب منقولة لا بسبب الكهرباء لأنها في غرفة ضيقة والغرفة اللي ضيقة فيها يعني ضغط فيها مضغوطة لا عندها مكيف ولا عندها أي شي ولو كان حتى المكيف على الطفدة ما ينفع فقده كله رحنا العيادة وصلحنا فحص والفحص الله المستعان على القيمة الفحص مناشدات أطلقها المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي وأحيانا اضطروا للخروج إلى الشوارع للمطالبة بتحسين وضع الكهرباء إلا أن تلك الصيحات لم تستجيبوا لها الجهات المعنية في التخفيف من معاناة الكثير ممن يعانون من الأمراض المزمنة حتى ضاق بهم الحال